عبناء أميسا عبناء أميسا عبناء أميسا عبناء أميسا أميسا أنا أنا مدى تزوجت في عمري العشر واتطلقت في عمري العشر واختطفت من قبل، تنظيم القاعدة لمدة 14 يوم وفي ذلك، كنت أخسر أغلى ما عندي واللي ساعدني على أني أحمي حياتي سأبدأ لكم ما بين أهد الأحداث كنت في عمر العشر سنوات مثل أي طفلة حل ما تلعب، حل ما تدرس كنت حل مني أكون دكتورة أسنان، دكتورة أطفال كنت ما بين الأثنين لكن اليوم حطم لي كل أحلام أجل عندي أهلي يخبروني أن حفل زواجي بعد أربع أيام بعد أربع أيام يا سادة يعني أنا زوجت، أصبحت متزوجة بالقانون بدون علمي يفصلني عن يوم تثليمهم لي كزوجة تحت مسمى الزواج فقط أربع أيام ما رفضت، ما قبلت جلست أفكر بالأحداث التي حصلت لي جلست أفكر بأنني خسرت أغلى ما عندي بسبب الزواج خالتي التي كنت ألعب معها منعوني منها لأنني أصبحت متزوجة عيب عمرها 13 سنة خالتي زوجة لشخصي كبرها بأربعين سنة وكان يعنفها وكان يبرر عنفه لها بأنها لا تفهم المسؤوليات لا تعرف أن تعتني بابنتها فخالتي فكرت بأنها تنهي ألمها بأنها تنهي حياتها فأحرقت نفسها وماتت بعدها جاء دور الأختي بعمر 12 سنة رفضت وهددت إذا زوجتوني سأفعله مثل خالتي لا تصدقها قالوا طفلة لا تصدقهم يعني عادي تشتيه مثل هذا فبالفعل للأسف الشديد أحرقت نفسها بالبنزين وقدرنا ننقذها في الأيام التي كانوا يتحدثون أنني سأكون عروسة كنت أشوف أختي قدامي محروقة جارسة تعالد كان يغروني بالفستان كان يغروني بحفل الزواج في عمر العشر سنوات كنت أقول بالفستان الذي أعطيته خالتي وعطيته أختي ما سيحرقني ففكرت أهرب لأنني لو قبلت بمصيري سيكون نهايتي وقدري سيكون مثل خالتي لو رفضت وظلت على نفس الإصرار والرفض وما هربت سيكون مصيري مثل الأختي ونهاية لا أحد سيسمعني ففكرت أهرب وهربت لعند عمي عمي بذلك الوقت لم يكن موجود حاول أن أتصل في جواله مغلق هذه كانت أول أول شيء حطبني أن عمي لم يكن موجود أتصلت بصديقه أتكلمت بكل ما حصل هل تعلم ما قال لي؟ قال لي أرجع لعند أهلك هم أدرب مصلحتك في ذاك الوقت لو من جد كان رفض أن يساعدني كنت الآن متزوجة وأخذت العقوبة بسبب أني هربت حكيت له شيء واحد إذا لم تساعدني سأرى غيرك وأقولها لكم بصراحة لا كان لدي غيره قال لي خليك بالعنوان الذي أعطيته وعطي أختي لعندي رحنا أنا وياها سافرنا من صنعال الحديدة محافظتين تفصولهم ست ساعات المسافة حاولت توصل بعمي وأصدقائه لكن لم يكن أستجيب الشيء الوحيد الذي أعرفته أن عمي خارج اليمن سجلت فيديو وكان هذا آخر حل عندي لكي توصل صوتي العمي سجلت الفيديو وشرحت فيه ما حصل لي وعشان يعرف أين أنا وليش هربت لم توقعت الفيديو يوصل لهذه المرحلة في العالم الفيديو انتشر وترجم لأربعين لغة حول العالم خلال ثلاثة أيام ثمانية مليون مشاهدة أصبح وسائل الإعلام العالمية تتحدث عن قصتي أنا انتدمت كنت أتوقع مشكلة لا لا أريد أن أقول زواج القاصرات لأنني لم يكن لدي هذا المصطلح كنت أعتبر أن الأشياء التي حصلت لي هي مشاكل عائلية لم أكن أعرف أن زواج القاصرات جريمة يعاقب عليها بعض القوانين الدولية كجريمة القتل واغتصاب الطفولة بعدها عمي يعرف أين أنا وأخذني رحنا ووزارة الداخلية استدعوا أهلي طبعاً لا كان هناك قانون أبداً يحميني لا يوجد قانون يحمي البنات التي هربوا من الزواج المبكر أو يعاقب الآباء لكن مع ضغط وسائل الإعلام العالمية قدروا أن يفصخوا عقد زواجي بعدها فرحت أنا حلت مشكلتي سأعود إلى أهلي وأعيش بالخواتي ولكن وجدات الداخلية عندما رأيت أهلي مصررين أنهم يزوجوني وأنا هذه بنتة نقلوا مسؤوليتي من عائلتي لعمي بعدها انتشرت قصتي وأصبح وسائل الإعلام العالمية تتحدث عنها والعربية وكله في جماعة تقليدية انزعجت من قصتي وتأثير قصتي وخافت أن قصتي تؤثر في مؤتمر الحوار الوطني الشامل الذي لا يعرف مؤتمر الحوار الوطني الشامل مخرجاته يتم أخذها ووضعها كدستوري يمني جديد فاستعانقوا منظمة منظماتهم وتم أخذي ووضعي في دار الرعاية الذي أسميه دار العقوبة وخلال أيام هذه طلعوا خطاب خلال اعتقالي طلعوا خطاب بتشكيك بقصتي وكان هدفهم بأنهم يعتقلوني لكي لا أخرج أنفي هذا الخطاب لا أقول لكم الجرائم التي رأيتها داخلها يعني صديقتي كانت لم تتكلم صديقة المقربة داخل الدار لم أكن أعرف ما هي السبب إلا عندما جاءت لدي أختها وخبرتني عنها أنها لم تفقد صوتها من الطفولة أو أنها لم تكن لديها صوت صديقة التي عمرها ثمان سنوات اغتصبت من قبل أخوانها الثلاثة من كثر الصراخ الصراخ ومكثرة الصدمة فقدت صوتها تقطعت عندها أعضاء التناسلية ولجأت إلى دار الرعاية وللأسف الشديد الجريمة الأعظم أن أخوانا الثلاثة لم تتم حتى أخذهم والتحقيق معهم لمركز الشرطة والبنت ممنوعة تخرج من دار الرعاية لمدة سنتين أنا صدمت من القصة ورأت التي هربت وهي حامل بسبب أنها صغيرة كان يعنفها زوجها داخل هذا المعتقل وممنوعة أنها تخرج من دار الرعاية وليس هناك قانون يحميهم بعد إتقالي تم إصدار قانون يجرم زواج القاصرات في الدستور اليمني ورأت أن هذه الجماعة صدمت فرأت أن إعتقالي لا يوجد أي فائدة فطلعوني قابلت نشطة حقوق إنسان صحفيين قالوا لي يا ندا أنت أحدثت تغيير حقيقي الفيديو حقك وثير في مؤتمر ومن خلاله تم إصدار قانون يجرم زواج القاصرات فرحت أنه أخيراً لا يوجد أحد من يعاني مثل خالتي وأختي وأنا لا يوجد أحد من يعاني مثل ما حصل الكثير من الفتيات والذين ما زالوا يعانون بعدها دار نشر فرنسية ألفت كتابي وترجم من أكثر من ثلاث لغات الفرنسية والهولندية والألمانية وكان يتحدث عن تفاصل قصتي حاولت أن كان يجب أن حفل تدشين الكتاب فهي يجب أن أذهب إلى فرنسا حاولت عن طريق صنعاء مطار صنعاء العاصمة كان مغلق كانت بداية الحرب في اليمن حاولت عن طريق محافظة أخرى وأثناء عبوري العدن منعوني من دخول العدن قالوا أنك ممنوعة من السفر لم يعطوني أي مبرر بعدما تنكرت بعد ثلاثة أيام وبدون ما أبرز هويتي دخلت كان النقاط التفتيش يقول للسائق كل الرقب على مسؤوليتك لماذا؟ لأنه هناك اشتباكات حرب بداية الحرب كانت فدخلنا وقال ودخلنا وعبرنا عدن وكنا نرى الرصاصات قدام عيوننا الحمد لله قدرنا أن نتخطي هذه المرحلة الصعبة ووصلنا عدن أول يوم وصولي العدن تم اختطافي من قبل القاعدة لمدة 14 يوم أول ثلاثة أيام جلسوا يحققوا معنا من قبل أمير المؤمنين وفصلوني عن عمي حرموني منهم لمدة ثلاثة أيام وكانوا يسألوني من الذي يدعمك؟ لماذا قدروا النشر الفنسيلي لماذا طبعت عنك كتاب؟ لماذا مسافرة فرنسا؟ بعد ثلاثة أيام من التحقيقات خلال 14 يوم كانوا يعطونا الدروس عن الإخلاف الإسلامية يعطونا كتبهم ونقراهم وغير أشياء كثيرة محاضرات خلال 14 يوم بعض الصحف المحلية تحدثت عن اختطافي ومن ثلاثة أيام بعد 14 يوم زمن الوقت بإختيال محافظة عدن الأسبق فكان لابد منهم أن يغيروا أماكنهم ففتحوا سبيلي أنا وعمي سافرت إلى منفذ الوديعة وهي الحدود ما بين السعودية واليمن تلقيت رعاية ملكية لمدة سنة كاملة لا أخفيكم أول شهرين من الخروج لليمن كنت في حالة سيئة جدا حالة النفسية كانت سيئة كنت خرج الشارع الفتر ميني يساري؟ يمكن أن أحد راقبني يمكن أنهم لا يحكموني كنت أصحاب عندما ينسكوا بالجوال يمسكوا جوالاتهم أخاف أنهم يبلغوهم أين أنا بالضبط أو أخاف أن أعاني نفس المعاناة وأخسر عمي وخاصة أنني كنت أسمع صراخ صوت الرصاص في وقت المعتقل ثم طلقات الرصاص ثم سكوت هذا كان يخوفني أنهم يقتلوا عمي الحمد لله قدرت أن تخطي هذه الحالة النفسية بعد شهرين بدون أن ألجأ الطبيب نفسي وأنا معا أنه شخصي ألجأ الطبيب نفسي لكنني قدرت أن أخطيها بدون بدأت أن أفكر ما هي الحكمة المفروضة التي توصلني وأنا لم أستطيع أن أفهمها ما هي المفروضة التي يجب أن أفهمها لماذا؟ فقط لأنني اتزوج في عمر العشر سنوات وكان حلمي فقط أن أعيش طفولتي بدون أي مميزات حربت اعتقلت هدت واختطفت من قبل تنظيمة القاعدة لماذا هذا كله؟ فبدأت أؤمن أنني حصلت فصلة للعيش لماذا أعطيها غير يعيشوها؟ وخاصة أن عندما تم إصدار قانون ويجرم زواج القاصرة في اليمن أصبح معلق مع الحرب لا يطبق في اليمن فجرائم زواج القاصرة تمتشر أكثر فبدأت من فيديو إلى فيديو أنشط في هذا المجال أصور فيديوهات أكثر أتكلم عن قضايا كثيرة عن زواج القاصرة لم أكن لدي معلومات عن زواج القاصرة لكن كنت أبحث أقرأ أتأل لي أكبر مني ما يعني زواج القاصرة وأبحث أكثر كان يجيني أيام أحبط فيها أن صوتي ليس مسموعة لا أحد يسامع لي لا أحد يهتم لصوتي لكن عندما أذكر أن في كل دقيقة يتم تزويج 28 فتاة حول العالم 28 فتاة يتم سرقة طفولتها وأحلامها وطموحاتها يزيد فيني الإيمان بقضيتي وبالفعل مع الاستمرارية وإيماني بقضيتي قدرت أني أثبت وجودي قدرت أني أثبت أن زواج القاصرة جريمة في مجتمعي بدأ الناس يقول يستمر يستمر لا توقف لا توقفي فأتي يوم وانتشرت قصة الطفلة شيماء طفلة شيماء عنفت من قبل أبوها لحد ما حصل لها احمرار واخترار في وجهها فواحد من مستخدمي برنامج من برامج صورها ونزلها لكي ناشد نشطاء حقوق الإنسان لكي يدافعوا عنها أو يحموها طبعاً انتشرت قصتها بشكل كبير عندما أبوها رأى الصورة ضربها أكثر وكسر لها بعض أعضاء جسمها طفلة شيماء عمر ست سنوات بعدها وصلت قضيتها للنيابة العامة والنيابة العامة للأسف رفضتها رفضت القضية قالت لا لدينا قانون يجرم تعنيف الأب لا لدينا قانون يحمي البنت من تعنيف أبوها أنا هنا صدمت أن اليمن موقع على حقوق الطفل الالتزام باتفاقية حقوق الطفل يعني في هذه الاتفاقية هناك قانون ينص على حمايتهم لهذه البنت ومعاقبة الأب احتجت وأضربت عن الطعام لمدة ثلاثة أيام في بثاً باشر في فيسبوك احتجاجاً على قرارهم وبالفعل تم الضغط عليهم وتم حماية الفتاة من قبل القانون وأخذها أو أعطاها عن جدتها وتم معاقبة الأب بعدها بدأت أفكر أنا أدافع عن الفتيات وأحاول أن أتصر لهم لكن بعض الأحيان أفشل أنا بالأخير إنسان وبعض الأحيان أنجح وأنجح في واحد ثانتين يعني قضايا لماذا لا أفعل شيء يستند فيه قانونياً أقدر أدافع فيه عن الفتاة فأسست مؤسسة نادا لحماية حقوق الطفل برعاية كريمة من دولة رئيس الوزراء الأسبق وهذه المؤسسة تبنت ثلاثة مشاريع مسروق أول أحلاماً تسحقق لتعامل الفتيات اللغة الإنجليزية ملاذات آمنة ملاذ الفتيات القاصرة التي هربوا بسبب الزواج وأطفال الحروب سفراء السلام وطبعاً المؤسسة تبنت الطفلة شيمة التي لفت من قبل والدها وعطتها منحة تعليمية والطفلة شيمة من أوائل طلاب مدرستها كانت وأنا فخورة فيها وفخورة بكل بنت أن تستطيع أن تتجاوز المرحلة الصعبة من حياتها في بداية مارس عام 2020 المؤسسة ستستلم جائزة اهتمامها بالفتيات من المنظمة بريطانية وإن شاء الله نستطيع نستطيع أن نعمل برامج أكثر أنتجت شبكة عربية تلفزيونية فيلم عن قصتي تقدروا أن ترونه عن قصة اختطافي بالتفاصيل قدمت برنامج تلفزيوني على قناة عربية باسم بناتنا واعم حضرت مؤتمرات دولية لأكثر من خمس دول عربية ودولية وإقليمية أيضاً حصلت دعم ودعموني العديد من الشخصيات السياسية من جميع أنحاء العالم والشخصيات الحقوقية رسالتي بالنهاية أنه مهما شفت المصاعب في حياتكم مهما كانت المصاعب كثيرة صدقوني النجاح سيكون أقوى أنا قصتي ليست للحكاية أنا قصتي للعبرة أنه أثبت تنبت أؤمن بقضيتك أنا لدي قضية كل شخص هنا لديه قضية كل شخص لديه قضية ولكن الآن لم أكتشفها أو أنه ليس مؤمن فيها لابد أن تؤمن بقضيتك لكي تؤمن بك كل ما أعملت بقضيتك وكل ما استمرت فيها كل ما كانت النتائج أكبر كنت قادرة أن أحل مشكلتي وأعيش مع عمي لكن لا حاولت أغير وجهة نظر أهلي لأنني لدي ثم تنخوات أكثر لدي ثم تنخوات لو أجلت الموضوع بكرة سيكون زواجها غيرت وجهة نظرهم بمساعدة عمي وقدرت الآن تصبحوا داعمين لي يقولوا لا توقفي انتصري للفتيات وداعمين لتعليم أخواتي فالإيمان بالقضية هي أول مرحلة في أنك تبدأ تكبر قضيتك وتبدأ تثبت للعالم أن قضيتك هي الحق فإثبت تنبت وهذه رسالتي شكراً لحضوركم ترجمة نانسي قنقر شكراً لحضورك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر